موسيقى توجد الدهون بشكل طبيعي في دم الإنسان حيث تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية دهون ثلاثية وعادة ما تكون ضارة إذا ارتفعت عن معدلها الطبيعي الكوليسترول المفيد والكوليسترول الضار في حالة زيادة الدهون الضارة فإنها تتراكم على جدران الداخلية للأوعية الدموية مما يحدث تصلبا فيها مما ينعكس سلبا على القلب مؤديا إلى تجلطات دموية سكتات قلبية أو تجلطات دماغية لا سمح الله أسباب ارتفاع الدهون في الدم تجمل الأسباب الوراثة والجنس حيث أن الإناث أكثر عرضة للإصابة من الذكور الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وقلة النشاط الرياضي والسمنة وتناول بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل ومدرات البول وأخيرا التدخين الفحوصات التشخيصية تسحب عين من الدم ويتم إرسالها إلى المختبر ويتطلب أن يصوم المريض ثماني ساعات قبل الفحص خطوات الوقاية التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم والبيض والجبن الإكتار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالأليار أيضا اتباع حمية غذائية بوصفة مختص بأمور التغذية وأيضا زيادة النشاط الرياضي تقل الجسم من ارتفاع نسبة الدهون في الدم العلاج الدوائي يعتبر العلاج الدوائي الخط الثاني في علاج ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم يجب البدء به بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من اتباع خطوات الوقاية أو مباشرة مع الحمية الغذائية عند وجود أعراض لمرض تصلب الشرايين من هذه الأدوية دواء سينفستاتين والذي يعرف تجاريا باسم زكور يتوفر من هذا الدواء عشر وعشرين ميلي جرام يجب أخذ الدواء مرة واحدة مساء مع اتباع حمية غذائية ولا يعطى هذا الدواء للحامل وأثناء الرضاعة الطبيعية دواء الجن في برازول والذي يعرف تجاريا باسم لوبيت يتوفر من هذا الدواء ستمائة ميلي جرام يجب أخذ الدواء مرتين يوميا نصف ساعة قبل وجبة الإفطار ونصف ساعة قبل وجبة العشاء مع اتباع حمية غذائية لا يستخدم هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من خلل في وظائف الكبد والفشل الكروي الحاد في حالة استخدام المريض للدواءين يجب ألا تزيد جرعة السينفستاتين عن عشر ميلي جرام ويجب مراجعة الطبيب فورا إذا أحس المريض بآلام في العضلات الآثار الجانبية للسينفستاتين والجن في برازول عسر في الهضن آلام في البطن آلام في العضلات قد يؤثر هذا الدواء على الكبد لذلك يجب مراقبة وظائف الكبد كل ست أسابيع خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العلاج وعند وجود ارتفاع في هذه الإنزيمات يجب وقف العلاج لتعود إنزيمات الكبد لوضعها الطبيعي دواء الكوليستيرامين هو عبارة عن حبيبات جافة حيث يتم خلطها مع 100 مليليتر من الماء أو أي سائل مثل العصير أو الحليب يؤخذ في العادة بفترة زمنية لا تقل عن 4 ساعات من تناول الأدوية الأخرى لتأثير هذا الدواء على امتصاصها عدم إبقاء الدواء في الفم لفترة طويلة لأنه يسبب صفرارا للأسنان قد يعيق هذا الدواء امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون ولهذا إن استمر تناول الدواء لفترة طويلة فإنه يتطلب تناول فيتامين ألف ودال وكاف وها يعتبر هذا الدواء هو الخيار الأنسب للحامل والمرضع أما بالنسبة للآثار الجانبية فأهم معارض جانبي للدواء هو الإمساك فإذا شعرت بإمساك حاد يجب مراجعة الطبيب عزيز المريض احرص على حفظ الدواء محكم الإغلاق وبعيدا عن الضوء والحرارة والرطوبة الزائدة كما لا تنسى التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية ولا تتردد بسؤال طبيبك أو الصيدري عن أي شيء يتعلق بمرضك أو الدواء الذي تستخدمه مع تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل